ترامب مهدداً كيم جونغ أما جلوسه على مائدة التفاوض أو المواجهة العسكرية الفلوجة تبث الأمل بين ظفتي الفرات بإعادة أعمار الجسور الرئيسية التي دمرها داعش وتغييرات ثورية لإنقاذ سنابشات من التراجع المستمر وتويتر يضاعف عدد حروفه رسمياً أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلاً بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من مستجدات الأحداث بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إذ حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب أمام البرلمان الكوري الجنووي يوم الأربعاء النظام الكوري الشمالي من مغبة التقليل من شأن الولايات المتحدة وحلفائها في عزمهم على التصدي لتهديدات بيونج يانج وعرض ترامب على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون طريقاً نحو مستقبل أفضل بكثير مع إبقائه في الوقت ذاته على التهديد باستخدام القوة ضد بيونج يانج كلف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترأسه مجلس شؤون الاقتصادية الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركات المملكة كلياً أو جزئياً للأفراد الموقفين من مواصلة كافة أنشطتها وأكد أن الحكومة ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقفين اعتبرت السعودية أن تورط إيران بدعم الحوثيين بقدرات نوعية يشكل عدواناً صريحاً عليها مشديدة على حقها في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها جذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء السعودي في قصر اليمامة في العاصمة الرياض برئاسة العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في أعقاب قيام ميليشيات الحوثيين بإطلاق صاروخ باتجاه العاصمة السعودية الرياضة قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن قيام إيران بتقديم صواريخ إلى ميليشيات الحوثي في اليمن عدوان عسكري مباشر وأضاف الأمير محمد بن سلمان خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن ما قمت به إيران قد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية قد اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن باتجاه العاصمة الرياض السبت وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إسقاطه في أرض خالية قرب مطار الملك خالد الدولي وقال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي السبت إن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المسلحة يثبت تورط إحدى دول الإقليم الراعية للإرهاب بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية وشن طائرات التحالف عقب إطلاق الصاروخ الباليستي ليلة الأحد سلسلة غارات على معاقل المتمردين الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء ومحيطها من بينها مواقع لتخزين الأسلحة من جانبها قالت وزارة الدفاع الأمريكية المنتاجون الاثنين إن واشنطن ترحب بالتصريحات السعودية التي تظهر دور إيران الشرير في اليمن وتزويدها ميليشيات الحوثي بأنظمة صاروخية خطيرة وأضاف المنتاجون أن أمريكا والسعودية تعملان معا لمحاربة المتطرفين وإنهاء نفوذ إيران المزعزع للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط مؤكدا أن واشنطن تواصل الحفاظ على علاقات دفاعية قوية مع الرياضة وكان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أعلن الاثنين عبر حسابه على تويتر أن المملكة العربية السعودية لن تسمح بأي تعديات تستهدف أمنها مضيفا أن التدخلات الإيرانية تضر بأمن دول الجوار وتهدد الأمن والسلم الدوليين وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أصدر صباح الاثنين بيانا إلحاقيا بشأن الصاروخ الباليستي الحوثي الذي استهدف الرياضة مؤخرا وصف فيه تزويد الميليشيات بالصواريخ الباليستية بأنه بمثابة عدوان إيراني مباشر على السعودية ويرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة بدورها دانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هاي لإيران لانتهاكها القرارات الدولية بعد إطلاق ميليشيات الحوثي الإنقلابية صاروخا اعترضته السعودية قرب مطار الرياضة الدولية متهمة طهران بتزويدهم به وضفت أنه من كانت لديه معلومات عليه أن ينقلها لتحميل إيران مسؤولية دعمها للعنف والإرهاب في المنطقة والعالم وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالتصدي لأعمال إيران المزعزعة للاستقرار ولن تغضى النظر عن انتهاكات طهران الخطيرة للقانون الدولي في شأن السوري أكدت الأمم المتحدة أن أثار غاز السارين الذي استخدمه النظام السوري في هجومه على مدينة خان شيخون بقيت في المدينة لعدة أيام بعد الهجوم وأعلنت أن المجتمع الدولي متفق على ضرورة عدم استخدام السلاح الكيميائي وأكدت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن آلية التحقيق أكدت أن النظام السوري مسؤول عن هجوم مدينة خان شيخون قبل خروج أفراد تنظيم داعش من مدينة الباب شرقي حلب عملوا على تشويه عقول الأطفال من خلال إدخال فكر التطرف والإرهاب لحياتهم اليومية الأمر الذي دفع ناشطي الباب لإيجاد حلول سريعة خوفا من تفشي هذه الأفكار بين الأطفال همام أبو الزين والتفاصيل لم يكتفي تنظيم داعش بالفرار من ريف حلب الشرقي وحسب بل خلف دمارا واسعا جراء المعارك التي خاضها في محاولة منه التشبث في المنطقة كما عمل التنظيم على زرع فكره الإرهابي في عقول الصغار والكبار داعش الذي خلفته في مدينة الباب هو عبارة عن استخدمت الأطفال في مدينة الباب من عمر 15 سنة وما دون زرعت فكر في مخن وهذا الفكر الذي زرعته وهذا بأثر سلبير علينا في الأيام القادمة تطبيق الشريعة الإسلامية في زمن داعش كانت تقتصر على قطع الرؤوس والأطراف لترهيب الناس وإرغامهم للإنصياع لأوامره في حين اعتبر أهالي مدينة الباب أن الإسلام بريء من تصرفات التنظيم داعش خلف دمار كبير تخلف كثير جسمه عند الناس الناس صارت دمار من كل شيء دمار للقيم جيسة وأن الشريعة الإسلامية هم أطار رأس وأطاع عيد احتلال داعش لمدينة الباب طيلة أربعة أعوام كان كفيلا بأن يحطم الأمل في قلوب الناس من خلال عدة أمور افتعالها التنظيم لزيادة الرعب في قلوبهم الأمر الذي تطلب تدخلا سريعا لناشطي الباب لتجنب الكارثة يعطي حياء الشخصية السورية تكون أطريق النشاطات التي أقيمت في المدينة والتي لازم يستمر فيها مثل إزالة أثار داعش من المدينة تجميل المدينة عبر الرسومات ثقافية نشاطات عدة قام بها ناشطو مدينة الباب بعد ترضي داعش منها كإزالة أثار الدوارات التي كان يستخدمها التنظيم مكانا للاستعراض إجرامه وتنفيذ إعداماته الميدانية محاولة داعش لحرف مسار الثورة في مدينة الباب دائما ما كانت تبؤ بالفشل نسبة لوجود ناشطين مهمتهم إزالة أثاره من المدينة لأخبار الآن همام أبو الزين مدينة الباب ريف حلب الشرقي أحييكم من جديد في العراق وعلى رغم من حجم الدمار الكبير الذي خلفه داعش في مدينة الموصل القديمة عبر ممارسته الإرهابية إلى أن الأمل يحدو أهلها لإعادة الحياة إلى أهل الأسواق إلى أهم الأسواق التاريخية في هذه المدينة إذ بدأت تعجلة الإعمار تتقدم بخطوات حفيثة لترميم ما خربه أفراد داعش وبثء الحياة مجددا في السوق مراسل أخبار الآن ويسام يوسف والتفاصيل الجميع منهمكم بإعادة الإعمار في أحد أهم الأسواق التراثية في الموصل يحدهم الأمل بقادم أفضل بعد أن تخلصوا من إرهاب داعش استمر لنحو ثلاث سنوات أبو أحمد كغيره منهمكم في العمل لإعادة ترميم محله التجاري في سوق باب السراي التاريخي في الموصل القديمة معظم التجار هنا دمرت تنظيم محلهم بشكل كامل تقريبا لكن الأمل سلاحهم لإعادة بنائها نحن الآن بسوق باب السراي اللي يمثل قلب مدينة الموصل بعد الخراب والدمار اللي حل بالمدينة ننتظر من الحكومة التعويض يجون يشوفون هاي الأنقاض الخراب اللي يصار من جراء الحروب وإحنا حاليا بها جهود ذاتية نقوم بأعمال ترميم محلاتنا سوق باب السراي في الموصل القديمة يمثل قلب الموصل الذي كان ينبض بالحركة التجارية والحياة حيث كان يرتاده الآلاف كل يوم من أجل التبضع أو قضاء الوقت بأجوائه التراثية أخي إحنا هذا سوق باب السراي أكثر من خمس سلاف محل إضم الخمس سلاف محل يعني أنواع الشغلات به من حدادين من سوق تنكشية من سوق بطانيات شراز يعني استصفينا على المحلات كلها رماد المشعول مشعول محروق محروق يعني ما ضلنا أي شي للناس يعني فوق هذا العباء يعني إحنا نريده من الحكومة أي شي ما عوضت لا تعويضات يعني أشو أن ترجع للناس لهذا السوق إذا كل شي ما ضل بالي للسوق يعني اللي احترق احترق واللي اشتعل اشتعل واللي باقوا باقوا وقلب المدينة يعني سوق صار له آلاف السنين تاريخ إنشاء سوق السراي يعود لأكثر من 1500 عام وعلى مدى العصور لم يشهد مارا كالذي حل به بفعل خراب داعش حيث تحول السوق إلى ركام من الأنقاض بسبب تحصن مقاتل التنظيم فيه أثناء العمليات العسكرية حتى نعيد الحياة إلى هذا السوق هذا السوق حيوي هذا السوق قلب المدينة هذا السوق الناس كل تعرف باب الصراي سوق لحم القديم المفروشات القندرشي الصفغين العطيغين سوق الفراوي هذا السوق يحوي على كل شيء أبرز ما تتسم به الموصل أنها تعيد بناء نفسها كلما أصابتها أزمة وها هو سوق الصراي التاريخي يستعد للعودة مجددا لاستقبال مرتاديه بعد أن قرر أصحاب المحل التجارية إعادة الحياة إلى واحد من أهم معالم مدينتهم متسلحين بأمل لا يموت منذ احتلاله لمدينة الفلوجة لأكثر من سنتين سعى أفراد داعش إلى تخريب وتدمير معظم المنشآت الحيوية خاصة بعد أن تيقنوا حينها أن المدينة ستتحرر على يد القوات الأمنية العراقية وهو الأمر الذي دفعهم إلى تفجير جسورها الرئيسية لمنع وصول الجيش العراقي إلى مواقعهم اليوم الفلوجة تبث الأمل مجددا بين أوصالها عبر إعادة بناء وترميم المباني الحيوية التفاصيل في التقرير التالي البنى التحتية للمدن التي كان يحتلها داعش ومنها الفلوجة حرص أشد الحرص على تدمير أهمها وتخريب ما تبقى منها والحجة في ذلك هي منع القوات العراقية من الاستفادة منها لاسيما الطرق والجسور حيث فجر أقدم جسورها الذي كان يعد شريانها الحيوي الجسر الأهمية كبيرة بالمدينة يعني أعترف في هذا الجسر الجسورها رابطة ليس بين الفلوجة وبين بغداد الأنبار كلها لأنه سريع مقطوع فهذا الجسر يعني هذا الموظف ذي الضايق لأنه جسر واحد وازدحامات كلاش قوية على الجسر جسر الفلوجة القديم يعتبر إرثا حضاريا للمدينة إلى جانب كونه حيويا يربط شرق المدينة بغربها هذا الجسر تعرض للتخريب من قبل تنظيم داعش إبان احتلاله الفلوجة سنة 2014 أي قبيل وصول القوات الأمنية العراقية لتحرير المدينة بالنسبة للجسر يعني تاريخ الفلوجة هو هذا الجسر الجسر القديم ويربط الرمادي ويربط الخالدية فالعالم كانت تجي على هذا الجسر داخل المدينة الفلوجة والمحلات يعني قبل الأحداث كانت ذن المحلات كلها كانت كونهم يشتغلون وهذا وخير يعني بس هسه يعني شل حال الحركة للمدينة الفلوجة بعد تحرير الفلوجة من احتلال داعش تعمل السلطات الحكومية على إعادة إعمار المدن المدمرة ومنشآتها الحيوية فعلى الرغم من الأزمة المالية التي تشهدها البلاد إلا أن الجهود الساعية لإعمار المحافظة مستمرة بالتنسيق مع صندوق إعمار المدن المحررة المشروع حال من قبل منظمة اليون دي بي وتعاون كمجلس محافظة الأنبار والمحافظ والقائم مقامي تعامل جيد جدا وأي معاوقات ما عندنا وهذا الجسر لأهمية كبرى بالفلوجة يربط الفلوجة بالمستشفي بالمناطق الغربية وحاليا عندنا مشاريع اللخ من اليون دي بي مدارس وجامعة وبيوت ترميم وما عندنا أي مشكلة الحمد لله أي معاوقات ما عندنا تدمير الجسر القديم أدى إلى صعوبة الوصول للمستشفى النسائي والأطفال من ضفة نهر الفرات الأخرى بالإضافة إلى التأثير السلبي على الحركة التجارية للمدينة أما اليوم فأهل الفلوجة عبروا عن سعادتهم ببدء أعمار هذا الجسر كون المدينة بكامل قطاعاتها تستغنم جسرا واحدا بعيدا عن الشأن العربي قالت الشرطة الأفغانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وجرحوا واحد وعشرون آخرون بهجوم إرهابي تبناه تنظيم داعش استادف مر قر قناة شمشات في العاصمة كابول وقال قائد الشرطة إن اثنين من المسلحين كانا يرتديان زي الشرطة فجرى نفسيهما أمام مبنى القناة قبل أن يدخل مسلحون آخرون المبنى ويطلقوا النار عشوائيا على العاملين فيها كان هجوما مرويعا هناك خسائر في صفوف الصحفيين العاملين في قناة شمشات أتمنى الشفاء العاجل للجميع القوات الأفغانية الخاصة تسيطر على الوضع وتقوم بعمليات تمشيط واسعة في مبنى القناة والأحياء المحيطة بها تتمركز القوات الخاصة في الداخل وبعد انتهاء هذه العملية سوف نوفيكم بمعلومات إضافية كانت حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا حين هجم علينا مسلحون ملثمون عند وصولهم إلى الووابة الرئيسية أطلقوا النار على الحراس قبل أن يقتحموا المبنى كانوا يطلقون النار بشكل عشوائي ومن كل الاتجاهات هذا الهجوم السافر أودى بحياة أحد زملائي في قناة شمشات هناك عدد كبير من الجرحة كان يوما عصيبا جدا أطلق المغرب اليوم أول قمر صناعي للمراقبة انطلاقا من قاعدة كورو التابعة لمنطقة جويانا الفرنسية بهدف تعزيز قدرات المملكة الأمنية والاستخباراتية وأطلق على القمر الصناعي اسم محمد السادس ألف وسوف يكون مدعوما بقمر آخر في عام 2018 وقالت المغرب إن القرار يدخله في مرحلة جديدة يدخله في هذه المرحلة ستمكنه من مراقبة حدوده البحرية والبرية بدأ مؤتمر الأمم المتحدة الذي تشارك فيه مئتا دولة حول إبطاء وطيرة تغير المناخ في مدينة بون الألمانية ومن المقرر أن يعمل اجتماع بون على وضع كتاب قواعد لاتفاق باريس لعام 2015 الذي يسعى إلى إنهاء عصر الوقود الأحفوري في النصف الثاني من القرن من خلال تحويل الاقتصاد العالمي إلى طاقات أنظف مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى التفاصيل يقال إنها جنة الأرض مدينة بون عاصمة سابقة لجمهورية ألمانيا وإحدى أكثر المدن جمالا على وجه الأرض يصفها كثيرون بالأم الحاضنة للأمم المتحدة كونها تشكل مركزا لثمان عشرة منظمة دولية أجواء المدينة الباردة نوعا ما رافقها ازدياد ملحوظ في حضور ممثلين عن مئتي دولة تزامنا مع إطلاق الأمم المتحدة فعالية مؤتمر دولي لحماية المناخ بمشاركة نحو 25 ألف شخص للمضي قدما في تطبيق وضع ما أسماها البعض دستورا لاتفاق باريس لعام 2015 افتتاح المؤتمر حمل عنوين عريضة تدعو لوضع تدابير ملموسة لتنفيذ اتفاق باريس وإنهاء عصر الوقود الحفوري في النصف الثاني من القرن من خلال تحويل الاقتصاد العالمي إلى طاقات أنظف مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية تكثيف المساعي الدولية وتضافر الجهود حول أهمية إبطاء وطيرة تغير المناخ جاء في ختام سنة شهدت كوارث طبيعية كبرى رجح الخبراء أن تتواصل في ظل اختلال المناخ تقرير علمي أمريكي قال بأن المرحلة الحالية هي الأكثر حرا في تاريخ الحضارة المعاصرة ومن المتوقع أن تكون هذه السنة الأكثر حرا بين السنين التي لم تشهد ظاهرة النينو وهي ظاهرة تحدث كل ثلاث إلى سبع سنوات وتتسبب بارتفاع الحرارة يعقد المؤتمر في ظل غموض كبير يلف الموقف الأمريكي فواشنطن تعتزم الخروج من اتفاق باريس وذلك بعد تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النتائج العلمية السائدة التي تشير إلى أن أنشطة البشر هي السبب الرئيسي لتغير المناخ مراقبون بيئيون أكدوا أن المساعد دولية لتطبيق اتفاقية باريس لا تزال هامشية وأن الخطى لا تزال بطيئة في ظل أحداث مناخية متسارعة وذات قدرات تدميرية كبيرة وغير معهودة عصفت في بعض مناطق العالم كالآعاصير المدمرة التي ضربت بعض دول الكاريبي مؤخرا وبعد عقود من الجهود الرامية إلى تجميع الدول المشاركة في المفاوضات على قارب واحد يعد الخروج بتدابير ملموسة من المؤتمر هو التحدي الأكبر لدرء شبح أخطار كبيرة على شعوب فقيرة وحييكم من جديد مشاهدنا ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم موسيقى إذن نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت بين صفحاتها تسريب صوتي يظهر ضعف شبكة فيسبوك الداخلية انتشر على مواقع التقنية الأمريكية الكبرى تسريب صوتي منسوب لرئيس أمن المعلومات في شركة فيسبوك وهو يتحدث لمسؤوليه داخل الشركة وصفا شبكة المعلومات الداخلية لفيسبوك بأنها مثل شبكة لحرم جامعي من حيث مستوى أمن المعلومات المطبق بها الذي لا يتناسب مع حجم وحساسية البيانات الموجودة فيها نطالع من صحيفة الغد الأردنية اكتشاف حفرة غامضة في الحاجز المرجاني العظيم اكتشف علماء حفرة زرقاء ضخمة في الحاجز المرجاني العظيم بعدما تحدث عنها جيولوجيون في وقت سابق وتقع الحفرة الزرقاء على بعد مئتي كيلو متر من جزيرة ديدريم قبلة ساحل شمال شرقي أستراليا اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية ناسا تطلب اقتراح أسماء جذابة لصخرة سيتم استكشافها قريبا اعلنت ناسا عن رغبتها في الحصول على مساعدة من العامة باختيار اسم لصخرة كبيرة تم تحديدها من قبل العلماء وسيتم تحليلها خلال مهمة فلاي باي اذ تحلق المركبة الفضائية نيو هورايزونز على مسافة أبعد من النظام الشمسي نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها ايضا اذا كنت تعاني من مشكلة الأرق واضطرابات النوم ليلا اذا اليك الخبر التالي اتكشف علماء مؤخرا عن العلاقة بين الأرق والفشل الكلوي والوفيات المبكرة خلال الاجتماع الدوري للجمعية الأمريكية لأمراض الكلة في نيو هورايزونز تفاصيل الموضوع مشاهدين في تقرير الزميلة حنان ظاهر اذا لم تنم جيدا للبارحة فانت بالتأكيد ستستيقظ معكر المزاج فانت بحاجة بعد يوم طويل متعب للاسترخاء والنوم الذي سيساعدك على استعادة نشاطك الحركي والقيام بالمهام المطلوبة وتنشيط خلايا المخ والذاكرة لكن ماذا لو كنت تعاني من الأرق؟ بحسب إحصائيات علمية حديثة فإن الأرق قد تتجاوز مجرد كونه مشكلة ستؤثر على نشاطك اليومي إلى مشكلة قد تهدد حياتك فقد كشف العلماء عن علاقة بين الأرق والفشل الكلاوي والوفيات المبكرة وذلك خلال اجتماع دوري للجمعية الأمريكية لأمراض الكلا في نيو أورليانز ويقول العلماء من جامعة تينسي الأمريكية إن الأرق المزمن غالبا ما يؤثر على المرضى الذين لا زالت كلهم تعمل بشكل طبيعي وتظهر الإحصائيات أن نحو 10% من سكان العالم يعانون من الأرق المزمن والطرابات النوم الأخرى التي تؤدي إلى تطور التعب المزمن والاكتئاب وغيرها من المشاكل الصحية البدنية والنفسية ووفقا لتقديرات الخبراء الحالية فإن فقدان التركيز المرتبط بالأرق يؤدي إلى أكثر من 40 ألف حادث سير وعدة ألاف من الوفيات نتيجة الأخطاء الطبية كما يؤكد الباحثون أن الأرق المزمن يسرع في تدهور حالة مرضى الكلا من خلال إحصائيات لحياة وموت حوالي مليون من المحاربين القدامى الأمريكيين في المشافي العسكرية الأمريكية مات منهم 40 ألفا كانوا يعانون من الأرق الشديد وبحسب العلماء فإن الأشخاص الأكثر عرضة للأرق هم الذين يعملون أثناء الليل أو الذين يسافرون كثيرا أو الذين يعانون من اضطرابات عاطفية يعد أحمر الشفاء رمزا للجمال والأنوثة كما يعد من أكثر مستحضرات التجميل مبيعا نظرا لتنوعه ووجود كثير من الأنواع والألوان التي تلبي رغبات النساء والفتيات لكن قد تكون تجربة العينات من أحمر الشفاء المستخدم من قبل النساء الأخريات في أسواق المراكز التجميلية محملة بمخاطر صحية على الشفاء تفاصيل أوفى مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن الزميلة عبير عبدالله يعد أحمر الشفاء من أكثر مستحضرات التجميل أهمية لدى كل النساء وتعتمد عليه الكثيرات لإظهار جمالهن وأنوثتهم وبالرغم من استخدام معظم النساء له إلا أن هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن هذا المستحضر يصيب المرأة بالعديد من الأضرار والأخطار الصحية ولذلك حذر الأطباء من تجربة عينات ألوان عديدة وجديدة من أحمر الشفاء أو أي منتجات تجميل أخرى معروضة تم استعمالها من قبل العديد من الأشخاص في الأسواق ومراكز التجميل فمن الممكن الإصابة بمرض فيروس الهربس الذي ينتقل من خلال مشاركة أحمر الشفاء مع سيدات أخريات وأن المرض ينتقل لشخص سليم في حال استخدام أحمر الشفاء من قبل شخص مصاب بفيروس الهربس وأن الأشخاص المصابين بتقرحات جلدية على الشفاء هم الأكثر عرضة للإصابة وقد نصح الأطباء أن أفضل طريقة لمنع الإصابة بالعدوى هي تجنب استعمال عينات أحمر الشفاء في أسواق التجميل مباشرة على الشفاء ويمكن وضع طبقة بسيطة على ظهر اليد ويفضل عدم استخدامه إذا لاحظنا تغيرا في رائحته والتخلص منه فورا ومن المعروف عموما أن مدة صلاحية أحمر الشفاء تمتد لثلاث سنوات بدأ موقع تويتر مضاعفة عدد الحروف التي يمكن لمستخدميه كتابتها في تغريداتهم لتبلغ 280 حرفا في جميع اللغات المدعومة بما فيها العربية بعد تجارب محدودة على مجموعة مختارة من المغردين وأفصح تويتر للمرة الأولى عن تجربة مضاعفة الحروف المتاحة في شهر أيلول سبتمبر الماضي وفقا لما أوردته مواقع تقنية متخصصة تعكف شركة سناب شات على إعادة تصميم تطبيقها للرسائل المتراجع في محاولة للوصول إلى جمهور أوسع في وقت شهد الربع الأخير تباطؤا في نمو المستخدمين بحسب وكالة رويترز وقال رئيس تنفيذي للشركة إن إعادة تصميم التطبيق جاء بعد شكاوى من صعوبة استخدامه وقبل ختام النشر المشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين ترامب مهددا كيم جونغ أما جلوس على مائدة التفاوض أو المواجهة العسكرية الفلوجة تبث الأمل بين ظفتي الفرات بإعادة أعمار الجسور الرئيسية التي دمرها داعش وتغييرات ثورية لإنقاذ سناب شات من التراجع المستمر وتويتر يضاعف عدد حروفه رسميا إذن بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة ذاتنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين بعد أقل من نصف ساعة في مجاز الأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة